كذلك لا نستطيع أن ننسى مفكرنا الكبير إدوارد سعيد نيويورك نوفمبر الشارع الخامس الشمس صحن من المعدن المتطاير قلت لنفس الغريبة في الظل هل هذه بابل أم سدوم هناك على باب هاوية كهربائية بعلو السماء التقيت بإدوارد قبل ثلاثين عاما وكان الزمان أقل جنونا من الآن قال كلانا إذا كان ماضيك تجربة فاجعل الغد معنا ورؤيا لنذهب لنذهب إلى غدنا واثقين بصدق الخيال ومعجزة العشب لا أتذكر أننا ذهبنا إلى السينما في المساء ولكن سمعت هنودا قدامي ينادونني لا تثق بالحصان ولا بالحداثة لا لا ضحية تسأل جلادها هل أنا أنت؟ لو كان السيفي أكبر من وردتي هل ستسأل إن كنت أفعل مثلك؟ سؤال كهذا يثير فضول الروائي في مكتب من زجاج يطل على زنبق في الحديقة حيث تكون يد الفرضية بيضاء مثل ضمير الروائي حين يصف الحساب مع النزعة البشرية لا غد في الأمس فلنتقدم إذن قد يكون التقدم جسر الرجوع إلى البربرية نيويورك إدوارد يصح على كسل الفجر يعزف لحنا لمواتسرت يركض في ملعب التنس الجامعي يفكر في رحلة الفكر عبر الحدود يقرأ نيويورك تايمز يكتب تعليقه المتوتر يلعن مستشرقا يرشد الجنرال إلى نقطة الضعف في قلب شرقية يستحم ويختار بدلته بأناقة ديك ويشرب قهوته بالحليب ويسرق بالفجر لا تتلك على الريح يمشي وفي الريح يعرف من هو لا سقف للريح لا بيت للريح والريح بوصلة لشمار الغريب يقول أنا من هناك أنا من هنا ولست هناك ولست هنا ليسماني يلتقيان ويفترقان وللغتاني نسيت بأيهما كنت أحلم لي لغة إنجليزية للكتابة طيعة المفردات ولي لغة من حوار السماء مع القدس في الضية النبري لكنها لا تطيع مخيلة والهوية قلت فقال دفاع عن الذات إن الهوية بنت الولادة لكنها في النهاية إبداع صاحبها لا وراثة ماط أنا المتعدد في داخلي خارجي المتجدد لكنني أنتمي لسؤال الضحية لو لم أكن من هناك لدربت قلبي على أن يربي هناك غزال الكناية فاحمل بلادك أنا ذهبت وكن نرجسيا إذا لزم الأمر منفا هو العالم الخارجي ومنفا هو العالم الباطني فمن أنت بينهما لا أعرف نفسي لألا أضيعها وأنا ما أنا وأنا آخري في ثنائية تتناغم بين الكلام وبين الإشارة ولو كنت أكتب الشعرا لقلت أنا اثنان في واحد كجناحي سنونوة إن تأخر فصل الربيع اكتفيت بنقل البشارة يحب بلادا ويرحل عنها يحب الرحيل إلى أي شيء ففي الصفر الحر بين الثقافات قد يجد الباحثون عن الجوهر البشري مقاعد كافية للجميع هنا هامش يتقدم أو مركز يتراجع لا الشرق شرق تماما ولا الغرب غرب تماما فإن الهوية مفتوحة للتعدد كان المجاز ينام على ضفة النهر لولا التلوث لحتضن الضفة الثانية هل كتبت الرواية؟ حاولت حاولت أن أستعيد بها صورتي في مرايا النساء البعيدات لكنهن توغلن في ليلهن الحصين وقلنا لنا عالم مستقل عن النص لن يكتب الرجل المرأة اللغز والحلم لن تكتب المرأة الرجل الرمز والنجم لا حب يشبه حبا ولا ليلة يشبه ليلا فدعنا نعدد صفات الرجال ونضحك عليهم وماذا فعلت؟ ضحكت على عبثي ورميت الرواية في سلة المهملات المفكر يكبح سرد الروائي والفيلسوف يشرح ورد المغني يحب بلاداً ويرحل عنها أنا ما أكون وما سأكون سأصنع نفسي بنفسي وأخطار منفاي منفاي خلفية المشهد الملحمي أدافع عن حاجة الشعراء إلى الغد والذكريات معاً وأدافع عن شجر ترتديه الطيور بلاداً ومنفى وعن قمر لم يزل صالحاً لقصيدة حب أدافع عن فكرة كسرتها الهشاشة وعن قمر بلاداً